كرم الرئيس عبدالفتح السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وعلى رأس المكرمين جاء اسم المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية القائد العام لقوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر وتسلم التكريم بالنيابة عنه السفير محمد أحمد إسماعيل كما كرم الرئيس السيسي اسم المشير محمد عبدالغاني الجمسي رئيس هيئة عمليات قوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر وتسلم التكريم نجله متحة الجمسي وجرى كذلك تكريم اسم الفريق سعد الدين الشذلي رئيس أركان حرب قوات المسلحة وتسلمه حفيده المهندس كريم الشذلي